الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الظلم شأنه في النفوس شنيع وعذابه عند الله عظيم قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تعدوا عن الظلم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم أي احذروا منه اجعلوا ما بينكم وما بينه وقايا وسبلا لماذا يا رسول الله قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة قال الإمام بن الجوزي رحمه الله الظلم في حقيقته يشتمل على معصيتين ليس بمعصية واحدة لا معصيتين الأولى أخذ مال الغير بغير حق والثانية مبارزة الرب لأنك خالفت الأمر فظلمت وقد نهاك عنه بل إن المعصية في الظلم أشنع من غيره لأنها غالبا ما تقع على الضعيف الذي لا يقدر على نصرة نفسه ولا حاله وإنما ينشأ الظلم من ظلمة القلب لأنه لو استنار بنور هدى الرب لتعظ واعتبر وتذكر قدرة الله عليه فتراه يبتعد عن الظلم ولذلك عاقبة الظالمين وخيمة بعض الناس يتعجل يقول هذا الضعيف لماذا لم ينصر له وقته وله قدره الذي قدره الله له حتى ينصره في أفضل الأوقات وينتقم من هذا الظالم في أشد لحظات الضعف كما استضعف غيره قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت قال تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا ليس بغافل عنهم سبحانه إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إذن عاقبتهم وأخيمة في الدنيا والآخرة كما قص الله علينا ما حدث لأهل الظلم في الدنيا قال تبارك وتعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظلمة قال تبارك وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا أما عن الآخرة قال تبارك وتعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون كما فعلتم في الدنيا وظلمتم أهل الحق وتعادتم على أكله ما لكم لا تناصرون وإن من أعظم الظلم أن يؤخذ حق الإنسان لا سيما أن تؤخذ أرضه أمر صعب على النفس ولذلك لما حدث هذا لسيدنا سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين بالجنة أتت امرأة فادعت أمام مروان بن الحكم ظلم أنه أخذ أرضها غصبا وهي أرضه وهي التي تريد أن تغتصب أرضه فقال لمروان بن الحكم والله ما كنت لآخذ أرضها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وماذا سمعت؟ قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض ظلم طوّقه إلى سبع أرضين ومن شناعة الظلم وأخذ الحق ونهب الأرض على النفس ما كان منه إلا أن لجأ إلى خالقه فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها وتمر الأيام ليأتي الأوان الذي قدره العظيم المنان فلا ترى بعينيها عمي البصر وسارت تلتمس الجذر وتقول أصابتني دعوة سعيد بن زيت وبينما تمر في بيتها سقطت في بئر فماتت فصار قبرها فاللهم نجينا من الظالمين وانصرنا يا نصير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ترجمة نانسي قنقر